قرآن وواقع رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اتهام السيدة عائشة رضي الله عنها بالزنا كفر بالقرآن يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين إن الذين يرمون المحصنات الغافلات يرمون أن يتهمون بالزنا من يتهمون؟ عندما تتهم أحد النساء التي عيونها هكذا وهكذا ويعرفها الناس من بيت فلان إلى بيت فلان ويستدعيها فلان ثم يأخذها فلان عندما تتهم بالزنا يعني هذه لا تحزن كثيرا ولا تتألم ولا يتألم الناس عليها فمن كان معها البارحة يقول نعم هذه كذلك كانت عندي الغتاني وآخر ولكن أن يرمى بالزنا المحصنات العفيفات الغافلات من المؤمنات فهذا أمر شنيف إذن ربنا يقول أن الذين يرمون المحصنات الغافلات الذين يرمون بالزنا المتصفات بهذه الصفات الصفة الأولى أنهن محصنات أي عفائف والأحصان بمعنى من الحصان من الحصن فمن كان في داخل حصن فهو في حماية فالمؤمنة العفيفة سميت أو اطلق عليها محصنة لأنها مصونة وعفيفة وبعيدة عن الفواحش الصفة الثانية الغافلات أي المنصرفات الذهن عن التفكير في هذه الفواحش لا تفكر في هذه الفواحش ولا تعرفها فضلا عن أن تنطلق إليها أو تفعلها فليس عندهن رغبة في ذلك الصفة الثالثة الإيمان المؤمنات الإيمان الصادق الصحيح الذي تزعن فيه المرأة لربها عز وجل بالطاعة والخضوع فهؤلاء الصنف من النسوة لا يمكن أن يفكرنا في الإجرام أو في الخضوع في الزنا في الفواحشة فمن يقذفهن بالزنا فقد أتى أمرا منكرا أشد الإنكار وعلى رأس هؤلاء المتصفات بهذه الصفات أمهات المؤمنين رضي الله عنها لأن هذه الآيات نزلت في عائشة الصديقة رضي الله عنها بعد أن بين الله في أول السورة أنها غافلة بعيدة عما اتهمت فيه وبين الحد بشكل عام هنا أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات فيما اتهم السيدة عائشة بالزنا الآيات الأولى الآية الثالثة والرابعة في أول هذه السورة نزلت في المؤمنات بشكل عام من يتهمهن بالزنا فعليه أن يثبت زناهن بأربعة شهود من الرجال فإن لم يفعل فهو كاذب يجد سمانين جلدين ولا تقبل شهادته إلا الذين تابوا أن ذلك تقبل شهادته يقول الله تعالى في أول سورة النور الآية الثالثة والرابعة والذين يرمون المحصنات أي العفيفات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أربعة تأنيس والعدد مذكر لأن اللفظ أربعة مؤنس وهو يخالف في النحو طبعا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ثم قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا يعني استقاموا على أمر الله ولم يتجاوزوا حدود الله فإن الله غفور رحيم يذهب عنهم الفسق لتوبته أما هنا ربنا تبارك وتعالى لم يقبل توبة من يتهم عائشة في الزنا أما من وقع في ذلك قبل نزول هذه الآية وجلد الحد لم يعد له عذاب في الآخرة أما إذا لم يجلد الحد مثل رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلون الذي أشاع الفاحشة ولم يثبت عنه أنه تكلم أمام الناس إنما كان يتكلم أمام جماعته من الفاسدين فيحمسهم فينطلقون وينشرون كلام في هذه الفاحشة فالذي تولى كبره يعلمه الله تبارك وتعالى كما أشارت آيات براءة سيدة عائشة ولكنه لم يجلد وله في الآخرة عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم كيف تنطق الأيدي والأرجل الذي خلق العقل البشري وهو يبتكر أشياء قطعة صغيرة توضع في مسجلة أو توضع في فيديو أو توضع في كذا فتظهر لك كل شيء من كلام ومن حركة ومن عمل رب العزة لا يستطيع أن يجعل يدك وعينك وتسجل عليك أعمالك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذن أي في ذلك اليوم العظيم يوم الحساب يوفيهم الله دينهم الحق يوفيهم أن يعطيهم جزاءهم وافيا يوفيهم أن يعطيهم وافيا كاملا لا نقص فيه من الأعمال القبيحة التي كانوا يقولونها وافيا غير منقوس ويعلمون أن الله هو الحق المبين يعلمون علما ضروريا قاطعا لأنهم رأوا بيعينهم النار ورأوا بيعينهم العذاب أن الله هو الحق المبين أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل الحق وهو الذي بين الحق للناس فمن زاغ عن الحق إنما يفتك بنفسه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه إذن هذه الآيات المراد بها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال نزلت في عائشة خاصة وعبد الله بن عباس ومن آل البيت يا من تزعمون أنكم تحبون ألا البيت أنتم تبغضون ألا البيت ولا تحبونهم المؤمنون يدخلون جميعا في هذه الآيات والمؤمنات ولكن على رأس ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها وانا ذكرت لكم في حلقة من الحلقات أني سمعت شيخا من شيوخ الشيعة سمعته بأذني يقول أن الفتاة من الناصبيات عندما تولد ناصبيات عن الذين ناصبوا العداء لآل البيت أخزاه الله نحن نحب آل البيت وهم ناصبوا العداء لآل البيت لأنهم كفروا بالله يقول عندما تولد الشيطان يضع أصبعه هكذا وضع السبابة في فرجها فتخرج فاجرة ثم يقول هذا الفاجر وعلى رأس الفاجرات عائشة لعنه الله فيما يقول وقبح الله من يسمع كلامه ولا ينفر من هذا الدين الذي يزعمون أنه دين وهو ليس دين وهو الشرك وكفر ولا يازب الله تعالى أيها الإخوة الحكم الشرعي بعد نزول الآيات في براءة عائشة رضي الله عنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآيات إلى يوم القيامة من اتهم السيدة عائشة في الزنا فقد كفر لأنه يكذب القرآن الله تبارك وتعالى في كتابه يقول هي بريئة وهو يقو زانيا فأين دينه وأين إيمانه لا إيمان له لسنا نحن تكفيريين نكفر هؤلاء الفجار إنما هم يعرضوا أنفسهم على كتاب الله ليجدوا أنفسهم كفاراً أم غير ذلك الله تبارك وتعالى يبين بوضوح أنه عندما يبين أن عائشة أم المؤمنين وبينها في قرآنه لا على لسان رسوله حتى ما يشتغوا بعضهم ويشبه ويتفلسى في أولى الرسول صلى الله عليه وسلم برأها الله من فوق سبع سماوات ومع ذلك هؤلاء الفجار الذين يزعمون أنهم مسلمون مؤمنون أي أيام هذا يكذبون القرآن ويتهمون عائشة بالزنا اللهم أهدنا سواء السبيل ولا تجعل ألسنتنا تنزلق فيما لا يحل والحمد لله ربنا كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة